اهلا بكم كما المرة السابقة طارت الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب كل فريق تمترس خلف موقفه فكان الحضور خجولا في مبنى البرلمان وبعيدا عن اروقة المجلس اراد المياومون في شركة كهرباء لبنان ايصال الرسالة نفسها هذه المرة لم تكن على طريقة البوعزيزي وانما كانت رسالة مدججة بالاطارات المشتعلة من كورنيش النهر علها تصل الوسطى التجاري البداية اذا من تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب في ظل استمرار مقاطعة كتلة المستقبل والتيار الوطني الحر وبر متمسك بجدول الاعمال راوح مكانك لا نصاب فلا جلسة تشريعية هذا ما كانت عليه الصورة في اروقة مجلس النواب في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري حيث حضر نواب الثامن من اذار انضم اليهم المردة واستمرت مقاطعة نواب التيار الوطني الحر وكتلة المستقبل التي حضر عنها كالعادة النائبان عمار حوري واحمد فتفت متوليا الدفاع عن موقف الكتلة في وجه من يتهمهم بتعطيل عمل المؤسسات ومشككا في النية الحقيقية لبري بالتمديد لقائد الجيش بد جدول الاعمال استثنائي يا اما بيتم اتفاع على جدول الاعمال استثنائي ومن ضمنه نحن مصرين عليه موضوع التمديد لقادة الاجهزة الامنيين كافتان او نحن من روح منقبل بدورة استثنائية بيحددها فخامة الرئيس ودولة الرئيس المستقيل وبالتالي بيحددوا جدول الاعمال هنا ادار والرئيس بري بدهم التمديد لقادة الاجهزة الامنية ولا قادة الجيش والعناد اللي شفناه عم نشوفه بالجلسة الماضية وبهالجلسة وهي ممكن الدعوة للجلسة القادمة وكأنه ما بدون هالموضوع وبرز موقف جديد للمستقبل من تشكيل الحكومة عبر عنه فتفت بالدعوة إلى حكومة من غير الحزبيين نحن ضد سياسة العزل وكل واحد عم يقوله أن نحن عم نحاول نعزل حدا يفتري علينا افتراءا كاملا نحن مش عم نحاول نعزل حدا نحن عم نقول بكل صراحة من سواك بنفسه ما ظلم لا نحن ولا هن بالحكومة لأنه تجربة حكومة الوحيدة الوطنية فشلت أخذت مشاكل البلد كله وحطتوا على جدولة على طاولة مجلس وزاد ساري ونتفو الشعر بعض الوزير علي حسن خليل رد على كلامي فتفت بمسألة التمديد لقائد الجيش وتشكيل الحكومة نحن عم نحكي عن حكومة سياسية جامعة بتمثل كل القوى والأطراف ما بيستبعد مننا حدا تقدر تدير هذه المرحلة اللي صعبة كتير على لبنان ونتيجة كل اللي عم بيصير استقبل شكك بنيتكم الحقيقية بأنه التمديد لقائد الجيش وممكن تكونوا بالمستعب لما تكون تسيروا التيار ترجعوا بغير قائد الجيش نحن نحن بنعرف يعني بمعروف موقفنا قبل كل العالم من الحاجة إلى ضمان المؤسسة العسكرية واستمرار قيادتها بهذه اللحظة وعدم وقوعها بالفراغ مش بموقع التوضيح وعن مخارج حل يسعى إليها رئيس المجلس أشارة خليل بموضوع الجلسة القاعدة الدستورية هي المخرج لكل الفرقاء لازم نلتزم بالأصول والجلسة لازم تنعقد والأطراف لازم تعيد النظر بمواقفها من البيان اللي وزه عن التأجيل ما أدرج أنه فيه متل مرات سابقة بنفس جدوى العمال الاشتراكي واضب على الحضور وإن ليس بكامل أعضاء الكتلة لعلمه ربما أن النصاب لن يؤمن مؤكدا على دستورية الجلسة شأنه شأن بعض نواب المردة خلافا لزملائهم في تكاتل التغيير والإصلاح تعطيل المؤسسات مع أن تقوم المؤسسات بدورة وبواجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين هلأ ما نجحت مساعينا بتقريب وجهات النظر لأن هناك خلاف سياسي عميق بالبلد بين الأفريقاء كافة ومن الصعب تزليله بظروف الحالية اللي فيها الانقسام عمودي مئة والمادة 69 لا تحمل لا تأويل ولا استطراض ولا نقاش وإنها أنشئت بعض الطائف وأنشئت لهذا الغرض الذي دعا بموجبه دولة الرئيس بره وهو على حق مئة بالمئة الجلسة أجلت إلى التاسع والعشرين والثلاثين والواحد وثلاثين من الشهر الحالي وبنفس جدول الأعمال بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس بره يبدو أن المراوحة السياسية في البلاد مستمرة إلى أجل أقله نهاية الشهر الحالي موعد الجلسة المقبلة فهل يسبق تشكيل الحكومة هذا الموعد وننتهي من هذا الجدل أم أن المشهد سيبقى مكررا من أمام المجلس النيابي رامز القاضي قناة الجديد وتزامنا مع الموعد المفترض للجلسة النيابية نظم المياومون في شركة كهرباء لبنان اعتصاما تحذيريا قطعوا خلاله الطريقة بالأطر المشتعلة منعا لتمرير القانون المشحف بحقهم رسالة تحذيرية هكذا أرادوها دخان الإطارات المشتعلة التي قطع بها المياومون الطريق أرادوه أن يصل إلى حيث كان يفترض بالجلسة النيابية أن تنعقد هم أدركوا أن نصابها لن يكتمل ولكن وقوفهم بالمرصاد كان المطلوب في وجه أي احتمال لتمرير القانون الرامي إلى ملء المراكز الشاغرة غب الطلب وجوبات الإكرار وفق الصيغة التي لا تأخذ بالاعتبار دائرتين التوزيع التي فرز مياوموها إلى شركتين مقدمي الخدمات مش بسهولة منتنازل عن حقنا ولا رح نتنازل واللي اعتبر أنه نحن اندمجنا بشركات مقدمي الخدمات ونسينا قضيتنا هو كتير غلطان نحن منوجه رسالة للنواب لمجلس نواب مجتمعا رئيسا وأعضا نحن هيدا المشروع الأنون المعجل المكرر إذا بمر بالصيغة اللي شفناها ما رح يكون فيه شغل لا لمؤسس كهرباء البنان ولا لواجعهم لهو شركات مقدمي الخدمات واتت تسريب من مؤسسة كهرباء قديشة ليزيد غضب المياومين على الدولة بلة عمال غب طلب وضع يشابه وضعنا تماما تثبتوا بامتحانات محصورة مباراة محصورة شكلية ضمن مكاتبهم أركات مقدمي الخدمات بالضبط قيمت مشروع 880 مليون دولار هذا المشروع لو عاجتتنا بدون يمرقوا بس نحن منقلهم عاجتتنا ما رح يمرق غير ما نكون مسبتين داخل مؤسس كهرباء لبنان ما رح نهدى نحن ما في حدا عم بحركنا ما في جهات سياسية ورانا ما في حدا حمينا اللي حمينا أولادنا وعيالنا وخوفنا على مصيرنا بعد 16 ل 20 سنة خدمة بكهرباء لبنان عم نشوف حالنا في اللين عبيوتنا ورسالة بعزيزي مؤسسة الكهرباء حسين علام الذي أحرق نفسه احتجاجا مطلع تموز الماضي لا تزال حاضرة أنه ما حدا في لبنان يفكر فيه كهرباء لبنان بدون حقوق الميومين هذا الموضوع غير يعني بيكون واهم واهم جدا اللي يفكر أنه كهرباء لبنان تمشي بدون حقوقنا نحن كعمان منذ انتهاء اعتصام التسعين يوما التاريخي للميومين في قبل عام الماضي بعد وعود أعطيت لهم إثر تسوية سياسية ما زال هؤلاء أسرأ التجاوزات والمصالح السياسية يحاولون لسع الدولة بتيار كهربائي من نوع آخر من الاعتصام إلى الموت حرقا ليل مصر يشتعل مواجهات بين الأمن والإخوان المسلمين وسكان مناطق المواجهات يشاركون الجيش في مواجهة مناصرية الرئيس مرسي عاد الهدوء مع ساعة الصباح إلى شوارع العاصمة المصرية بعد ليل مشتعل في القاهرة وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها حيث استفاق السكان على إعادة ترتيب ما تضرر جراء المواجهات وقد أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في أحداث الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كما أمر بتوقيف أربعمائة شخص في ضوء الأحداث الدموية وكان كبر ستة أكتوبر وميدان رمسيس قد شهداء اشتباكات بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان المسلمين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقام أنصار مرسي بقطع الكبر في الاتجاهين ووضع سيارات بعرض الطريق وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور تماما وقامت الشرطة بالدفع بقوات الأمن المركزي لفتح الطريق وأطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بالرد على قوات الشرطة برشقها بالحجار وشهدت المنطقة حال من الكر والفر بين الطرفين كما اشتبك الباع الجوالون مع مؤيدين الرئيس المعزول بسبب التوقف في مصالحهم بحسب مصادر إعلامية وترادوهم بمنطقة رمسيس وأعلنوا رفضهم للاعتصام بالميدان كما اشتبك مئات آخرون مؤيدين للرئيس المعزول مع الشرطة وسكان في مدينة الجيزة ما أدى إلى سقوط إصابتين وفي محصلة الليلة المصرية الطويلة سبعة قتلى ومئتان وواحد وستون جريحا بحسب وزارة السحة المصرية أهلا بكم من جديد وزير الطاقة جبران باسيل يتفقد معمل الذوق الحراري ويطلع على الأعمال الجارية لإنشاء معمل الجديد تفقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل معمل الذوق الحراري مستطلعاً الأعمال الجارية لإنشاء المعمل الجديد وأمل بعد الجولة بجهوزية المعمل ووضعه في الخدمة قبل نهاية العام المقبل وتوقف عند الوضع الراهن للكهرباء مؤكداً أن شركة الكهرباء تعمل وفق المخطط السابق في تغذية المناطق من دون أي تعديل موضوع الكهرباء وكل اللي يعني بدون ما يكونوا عم بردع حدا معين إنما الكهرباء لبنان بعدها ماشي بموضوع تغذية المناطق بحسب الشيء السابق كل شيء عم بيحصل نتيجة عطل مش محتسب بالكهرباء أو متوقع هو عم بيصير بشكل قيني وعم بيتعالش بوقته يلي أكيد بده يعمل بطولات سياسية بهذا الموضوع تعي يختلق عطل بترانس أو بمعمل يروح يتحيصب بهو الترانس والمعمل ما عنده مشكلة مع الكهرباء لأنه الكهرباء ما غيرت سياستها بهذا الموضوع طبعاً في عنا الشيء الأساسي يلي عم تقن منه الكهرباء هو قلة الأموال وأكد بسيل بذل الجهود اللازمة لتنفيذ المشاريع التي سبق وأطلقتها الوزارة لتنفيذها بأسرع وقت ممكن والوفاء بوعدها تأمين الكهرباء 24 على 24 مع حلول العام 2015 هيئة التنسيق النقابية أطلقت عريضة المليون توقيع للضغط على المسؤولين للإسرع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب مطلبهم هو هو لم يتغير إقرار سلسلة الرتب والرواتب بحسب الاتفاقات ووفق المذكرة التي رفعتها هيئة التنسيق النقابية والأهم تمويل هذه السلسلة من جيوب الأثرياء لا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ففي خطوة مطلبية جديدة تترافق والاعتصامات أطلقت هيئة التنسيق النقابية التي تعبت من الوعود العرقبية للحكومة المستقيلة عريضة المليون توقيع بغية الضغط على المسؤولين للإسرع في إقرار السلسلة عبر تمويلها من أرباح أصحاب الريوع المصرفية والعقارية ومن الغرامات على احتلال الأملاك البحرية والنهرية ووقف الهدر والفساد في البلد تتوجه هيئة التنسيق النقابية إلى المواطنات والمواطنين أفراداً وأحزاباً ونقابات وروابط وتجمعات ومجموعات ومنظمات غير حكومية وجمعيات أهلية وأندية ومنتديات ومنابر وحملات مدنية بالدعوة إليها جميعاً لتبني عريضتها الواردة أدناه ودعمها والمشاركة في حملة التوقيع عليها أما طريقة التوقيع فيمكن أن تتم يدوياً وإلكترونياً يمكن لمن يرغب بالتوقيع على العريضة أن يفتح الرابط مباشرة عبر عنوانه الوارد عندما يفتح الرابط يظهر نص العريضة وتظهر معه المعلومات التي يجب أن يسجلها الراغب في التوقيع أما في الطريقة الثانية كيف يتم التوقيع عليها يدوياً ومباشرةً فمن خلال هيئة التنسيق النقابية المركزية وهيئات التنسيق المتواجدة على صعيد كل محافظة من المحافظات والتي ستجتمع لوضع خطتها المناسبة لتنظيم هذه الحملة انطلاقاً من القضاء إلى المحافظة ووصولاً إلى المركز ولفت غريب إلى أن هيئة التنسيق ستبقى تتابع سير العريضة حتى بداية شهر أيلول المقبل موعد بدء العام الدراسي الجديد اعتصام في أميون ضد عضو قتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم نفذ عدد من أهالي أميون اعتصاماً سلمياً ضد النائب فادي كرم ورفعوا شعارات أكدت أن النائب لخدمة الناس وليس للإستقواء عليهم منددين بما يقولون أنها اعتداءات لمرافقي نائب القوات داخل ما وصفوه بالمربع الأمني لكرم هو اعتداء على بعض الشباب من أميون بالتالي خلال فترة زمنية متواصلة وهو الشباب كل مشكلتهم أنه كانوا عم بيمرؤوا بمنطقة سكنية بجوار بات النائب الدكتور فادي كرم نحن هم نستنكر هذا الموضوع ومنطالب الدولة والأجهزة الأمنية بإجراء اللازم مشان تأمين سلامة الناس ويكونوا بشكل حضارة ينقدر نمرؤ ونتعايش كلنا ما بعضنا لأن الكورة بتساعل كل والكورة هي بلد وممثال للتعاون وهي طلب البلدية منه هو يعالج المشكل الموجود هالناس اللي عم بتسبب له هالمشاكل يجرب يشيلها يا خي يشيلها يحط حدا من أبناء هالبلد بيعرفوا الناس المرئين ورايحين وجيين هو ساكن بمنطقة سكنية هو بيته منه وحده هو ساكن بحارة بكفرصارون ببلدي اسمه كفرصارون اسمه حارة العين في بيوت ورا بيته في عالم بدا تروح وتجي والشاب اللي اكل القدل مبارع كان سهران عند شخص بينتمي بالسياسي يعني لخط اللي بينتمي لأله فادي كرام وزرمي من وحزمي وكانت معلومات صحفية أفادت أن مرافقي عضو قتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرام يعتدوا على الشاب جورج بركات في أميون أثناء خروجه من منزله أوضح المكتب الأعلامي للمدير العام للأمن العام أن المعلومات التي تنقلتها بعض وسائل الأعلام وتتعلق بمسار المفاوضات الجارية من أجل الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز يفتقر بعضها إلى الدقة في جوانب عديدة منها إلى حد وصفها بأنها من نجل خيال وأكد المكتب الأعلامي أن المفاوضات جارية على قدم الوساق مع جميع المعنيين بهذا الملف رغم المصائب التي تواجهها وتمنى المدير العام للأمن العام على وسائل الأعلام تناول هذا الموضوع الحساس والمتشعب بواقعية ومقاربته بالدقة التي تحتاجها المفاوضات حفاظا على سلامتها أهلا بكم من جديد رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الجديد عباس أراقشي على تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمي نتنياهو الذي هاجم فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس مستغربا أن نسمع هكذا تصريحات من نظام سجله مليء بالإجرام والحروب والوحشية تجاه الشعب الفلسطيني المستضعف وواقع أن نتنياهو يعطي الملاحظات للدول الأخرى حول الرئيس الإيراني هو دليل على التدخل الإسرائيلي في علاقات إيرانية مع الدول الأخرى وبالنسبة لبرنامجنا النووي فأعود وأشدد أنه لأسباب دفاعية فقط أكثر من مائة ألف قتيل منذ بدء الأزمة السورية والعدد الأكبر منهم من النظام تقرير راشال كرام مذ بدأت الأزمة السورية في منتصف أذار عام 2011 وبعد سكوت القتيل الأول في محافظة درعا في الثامن عشر من أذار وقدر الموت يسابق قدر الحياة في سوريا حتى بات تعداد القتل على الأراضي السورية عملية حسابية مجردة من أي حس إنساني لكن الأرقام التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان تستند إلى شبكة واسعة من المندبين والناشطين والمصادر العسكرية والطبية في كل سوريا تكشف حقيقة الأرقام بعيدا من التضخين فقد جرى توثيق سقوط نحو مائة ألف قتيل منذ أذار 2011 حتى الرابع والعشرين من حزيران الفائت وهم يقصمون على الشكل التالي ستة وثلاثون ألف مدني تقريبا وثمانية عشر ألف مقاتل معارض وثلاثة وأربعون ألف عنصرا من قوات النظام أما في تفاصيل قتل المعارضة فيكشف تقرير المرصد وجود ثلاثة عشر ألف قتيل مدني حمل السلاح و2500 مقاتل أجنبي غالبيتهم من الجهاديين وثم تنحو ألفي جندي منشق أما من جهة النظام السوري فيكشف التقرير أنه إضافة إلى عناصر الجيش السوري فهناك سبعة عشر ألف قتيل بين المجموعات الموالية للنظام ومائة وتسعة وستون عنصرا من حزب الله أما الحديث عن الأطفال القتلى الذين يتاجر الجميع ببراءتهم فعددهم خمسة ألاف ومائة وخمسون طفلا أي ما يعادل خمسة في المائة من مجمل قتل الحرب الدائرة في مقابل ثلاثة ألاف وثلاثمائة امرأة كما أشار المرصد إلى وجود ألفين وخمسمائة قتيل مجهول الهوية تم توثيق مقتلهم بالصورة وأشريطة الفيديو غير أن العدد الحقيقي لقتل النظام والمعارضين فيقدره المرصد بأكبر بكثير مشيرا إلى وجود تكتم شديدا من الطرفين على الخسارة البشرية في خلال العمليات العسكرية كثرة الأرقام في هذا التحقيق تقودنا إلى خلاصة واحدة هي أن عددا كبيرا من الأطراف يتاجر بهؤلاء ويضخم قتله ليستثمرها في الخطاب السياسي والتفاوضي فيما الدم سوري وغير سوري لا يزال ينزف على أرض كلما ارتفى عدد قتلها صعوب لحم أجزائها تصريح عن الأموال الصادرة والواردة للتهرب من رفع السرية المصرفية قانون جديد أقرته لجنة الإدارة والعدل تقرير للزميلة يمنى فوز على كل من يغادر لبنان أو يدخله حاملا في محفظته مبلغ يزيد على 20 ألف دولار أن يصرح به وإلا فسيغرم بـ 500 دولار أمريكي أو يحول إلى النيابة العامة هذا أحد البنود التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير المال محمد الصفدي وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي وجرى التوافق عليه إلا أنه لم يصدق بعد لعدم اكتمال النصاب الغاية التشبه بالدول الأخرى وضبط الأموال غير الشرعية المحصلة بفعل طبيض الأموال أو الإتجار بالمخدرات أو الموردة إلى المجموعات الإرهابية نحن اليوم كان في مشروع عنون لتصريح الأموال المنقولة يعني إذا أي أموال طلعة خارج لبنان إذا كانت مبالغ كبيرة بدك تصرحي عنها وإذا داخلي بدك تصرحي عنها يعني فوق العشرين ألف دولار بدك تصرحي عنها وبس تصريح هذا ليس تضيق أبدا قطعيا نحن سمحين أي مبلغ من المال يفوت ولكن وقت المبلغ يصير كبير إلا حق السلطات اللبنانية تسأل الهدف منه ومصدره فقط لكن نحن مش هذا كان بيسهل عملية يمكن تداول الأموال بلبنان يعني هذا من ضمن الامتيازات اللي عندنا على الحكس نحن اليوم القطاع البنكي مرتاح لهذا الأنون وعمليا مثل عالم كل آياته اليوم هذا تعديل الطارق على الاقتصاد الحر والسرية المصرفية التي يمتاز بها لبنان ما رده إلى تخفيف الضغط الممارس لرفع السريات المصرفية ما بتعتقد هذه ممكن أن نتزهج بعض اللبنانيين ما بتعتقد يعني إذا بننفكر فيها جديا بالعكس أنا برأيي بالعكس المصاري اللي عم تيجي أكتر شي بالكاش عم تيجي من أفريقيا طبعا ولكن بالنتيجة يعني ما حدا بيمنع الإنسان يفوت ملايين الدولارات بس المطلوب أنه يسرع عنهم من المميزات لبنان اليوم أنه فيها تفوت الأموال كيف ما كان لا ما عادتش هيك لأنه اليوم مثل ما بتعرفي كل المجموعات الدولية صارت تعرف بكل شي وبالتالي كان فيه ضغوط كتير على لبنان من أجل موضوع السرية المصرفية ورفعة وهذه الضغوط نحن عم نحاول قدر الإمكان كما قال معالي الوزير الوزير المالية عم نحاول قدر الإمكان استبعادها استبعادها كيف؟ استبعادها بأنه ننكر بعد هذه المشاريع التي توضع آليات لعملية تهريب المخدرات طبيعي الأموال تمويل الإرهاب إلى ما هناك التصريح عن الأموال وإن كان إجراء بات متبعا في معظم دول العالم إلا أنه في لبنان لم يأتي إلا عنوة ونتيجة ضغط وخوف من قرارات إقليمية ودولية لبنان في غنى عنها لهم غزة شاركت في الإضراب الذي دعا إليه فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 ضد مخطط برافر رسالة لمراصلنا في القطاع محمد المدهون الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة مع الأسرة كان مخصصا اليوم لدعم الأسرة الأردنيين المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين على رأس هؤلاء القائل في كتائب القسام عبدالله البرغوثي المضرب منذ 75 يوما وقد نفى حميه إشاعة موته سريريا التي روجتها الإذاعة الأبرية اليوم يدخل الأسرة الأردنيين الخمسة المضربين عن الطعام لليوم الرابع والسبعين يوما عن الطعام ويوجد كذلك تمانية من الأسرة الفلسطينيين مضربين عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري وأعارت اعتقالهم من صفقة وفاء الأحرار وبالتزام لم تتخلف غزة عن المشاركة رمزيا في الإدراب العام والشامل الذي دعا إليه فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 ضد ما بات يعرف بمخطط برافر الذي يهدد بمصادرة ما يزيد عن 800 ألف دنم من أراضي البدو في النقب وهدم 35 قرية وتشريد ما يقرب من 50 ألف فلسطينية الشباب الفلسطيني في هذا الوقت من الوعي الفلسطيني رافضين تمام الرفض أي مشروع لنكبات أخرى ولمشاريع تهجير أخرى واجبنا نكون في الشوارع كل يوم لرفض تهجير الفلسطيني من النقب ولأحباط أي مخططات صهيونية بتقضي بمحومنا وتهويد صحراء النقب الثقل الأكبر للإدراب كان في البلدات العربية داخل دولة الاحتلال في النقب نفسها والجليل فيما جاءت هذه الاعتصامات في محافظات غزة والضفة للتأكيد على وحدانية الشعب الفلسطيني ووقوفه صفا واحدا في مواجهة مخططات تهجيره واقتلاعه وإن كان مشتتا في كيانات سياسية مختلفة هذا المشروع الذي يستهدف سرقة الأرض الفلسطينية تهجير أهلنا من أراضي 48 خرجنا لمقاومة ومواجهة هذا المخطط الخطير لنقول أن هذا المخطط لن يمر والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيواجه هذا المشروع الخطير مخطط برافر الذي صادق عليه الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى تبلغ خطورته أنه سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة برافر لن يمر هذا هو عنوان الرسالة التي خرجت بها مظاهرات يوم الغضب دعما لسمود النقب المظاهرات التي اجتاحت كافة محافظات الوطن وشاركت فيها غزة مشاركة رئيسية مشاركة يريد من خلالها هؤلاء النشطاء التأكيد على أنه لن يسمح بحدوث نكبة ثانية ضد الأرض والإنسان الفلسطينيين محمد المدهون قناته الجديد غزة فلسطين كان في هذه النشرة طارت الجلسة التشريعية مجددا ما بيغير شيء أبدا رئيس بقيم التسم بالأصول بالإطارات المشتعلة المياومون يرفعون الصوت تحذيريا أنه ما حدا باللبنان يفكر فيه كهرباء لبنان بدون حقوق الميومين عريضة المليون توقيع تبصر النور سبعة قتلى ومئات الجرحة حصيلة ليل إخواني دام في الختام شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة